توجد المقبلات و تجعلهم لديك ثلاجة و محتاجة لتعاون بهم أو تأخذهم في لنش بوكس شيء مهم جدا في اليوم نقطع عليكم توجد المقبلات بالجزر الطريقة الأولى سأأخذ محمودة والطريقة الثانية جيدة و ملحة نقطعها بطريقة الأولى نقطعها كمربعات نضعها في كاثرونة أو تنجرة الضغط أو مقلع على حسب وقتك و على حسب طريقة طيبة نضع الثومة والملحة والكمون اضعهم اليوم نضع زيت بلدية نضجها باللوية كل مرة تحصل نضع لديك القطعة بل أن يبتعلى نضعها في الثواب الوضع الثالثة نضع المقبلات تبلغيها في زيت وثالثة نضع اضعي الزبان لغاية القرفا و خزو حراء و اضعي الزبان لغاية في الآخر مزعى حر و نصجده بحصر الليمن او الماء على حسب الماء نخليه قليل و مضيو و نضعي المزنجلان و القرقا اذا اعجبكم الفيديو نخليه ليعليك و اشتركوا في الفيديو و اشتركوا في اشتركوا في القناة لان سجلوا لان هذه الوصفات ستنفعكم بزاف بزاف و تسهل عليكم بزاف ديال الحويج في الكوزينة أبدا أجر